اهلا بكم اعزائي طلبة طلبات تعليم الفني في احراجة جديدة من حلقات التعليم الفندقي هنحبين نارده نتكلم عن بعض المعلومات المهمة جدا عن المجال الفندقي او بالاخص قسم المطبخ بتاعنا ان في بعض المعلومات الهمة في الجزء النظري هي هي نفس المعلومات في الجزء العملي بتاعنا اللي احنا بشتغل بيبئدينا اول حاجة بس هنتكلم عن الاجهزة وكيفية استخدامها تمام في المطبخ لازم نكون اوير او ملم بجميع جزء المطبخ سواء افران او بتجازات او قليات او شويات حتى العدد الصغيرة اللي هي زي اللوش الكبش هياني او المعالي او السككين وانواع السككين لازم نكون ملم بها جميعا عشان اقدر اشتغل وواكب المجال بتاعي في قسم المطبخ وانا اشغال في اليوم العملي بتاعي ما يمتعش ان انا افصل بين العملي والنظري واقول ان ده حاجة وده حاجة لا بالعكس النظري هو هو العملي اللي انت بتشغل بيه بس دي مصطلحات لازم ان تحفظها عشان تقدر تشتغل على الاجهزة دي وتعرف تشتغل ازاي والنسبة المقاوية بتاعتها ودرجات الحرارة ودرجات البرودة بالنسبة للتلاجات ودرجات التبريد بالنسبة للخضرات كل الكلام ده لازم ان تكون اوير بيه تاني حاجة برضو نقدر نتكلم عنها كيفية استخدام السكينة بتاعتي او الاسباتيول في التقطعات بتاعتي وانواع التقطعات كلها كاملة لازم اكون اوير بانواع التقطعات بتاعتي سواء بيان او كري او يوس او جليان كل الكلام ده لازم انا اكون عارفه واكون اقطعته واشتغلت عليه وطلبت من الشيف بتاعي جوه في المطبخ ان هو يورهوني مرة واثنين وثلاثة تمام واقدر اشتغل اه عليه واشتغل اشغل اجهزة بتاعتي ان هي تساعدني في المطبخ لازم نكون ملم بكل اه الاجزاء دي تاني حاجة موضوع الامن والامان والسلامة في المطبخ لازم اكون عارف وملم بكل اه جزء عندي في المطبخ سواء اه مهني او صحي او غزائي او اه جسماني بحيس ان انا لو اتعرضت لأي حريق او اي مشكلة عندي لازم عندي استخدم تلات انواع طفائط اللي احنا قلنا عليهم طفائط البودرة الجفة طفائط ساني اكسيدي الكربون طفائط المياه وقلنا لطفائط ساني اكسيدي الكربون بتطفي سواء البترولية تمام وطفائط البودرة جفة اه وطفائط ساني اكسيدي الكربون بتطفي السواء المياه الكهرابي وطفائط المياه بتطفي الاخشاب والاوراق يبقى انا عندي تلات انواع طفائط في المطبخ باستخدمهم في حالة حدوث اي حريق عندي اه نشب او حاجة لازم اتصدى لي بالايه بالانواع طفائط دي طيب عندي الحاجة الشقة التانية في الامن ان انا ممكن استخدم اه شنطة الاسعافات او صندوق الاسعافات عندي في المطبخ لو حصل اي جروح او اي اصابة. تالت حاجة بيبقى عندي في المكان او في المنشأة او في الفندق او في المطعم لازم ان يكون في جهاز اكس راي بيعدي عليه كل عميل عشان بيبين ازا كان معاه اه سلاح او اي ممنوعات بيتم اه لفت النظر للراجل المدير بتاع الامن عشان يتعامل معاه او مدير الفندق او المطعم عشان يقدر اه يتكلم معاه ده لو هو معترض ان هو يسيب الحاجة بتاعته برا على البوابة او حاجة. تمام? وتالت حاجة نقدر نتكلم عليها برضو في نفس الجزئية بتاعتنا في النظري وفي العملي اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي انواع الطهي المختلفة. ودي قعدنا فيها اه حوالي باب بحاله. انواع الطهي المختلفة وعندك انواع التسويات لازم ان تكون حافظ انواع الطهي وانواع التسويات. ولو انت هتشتغل حلو. اه لازم ان تكون حافظ انواع الباستة. انواع العجاين. وطرق استخدامها. والمواد المستخدمة فيها. فكل الكلام ده لازم أن تكون أور به وتكون عارفه عشان تقدر تعدي من الامتحان بتاع آخر السنة العملي إن شاء الله طيب هنبدأ نتكلم عن بعض العناوين المقررة أو الدروس المقررة علينا في الترمي ده وهنبتدي بأول درس واحد حفظ الأغذية طيب وطرق طهي اللحوم والدواجن والأسماك وقيمتها الغذائية نمسك العنوان واحدة واحدة أول حاجة حفظ الأغذية طبعا إحنا عندنا تلاجات وعندنا تلاجات تجميد وتلاجات تبريد وعندنا مغزن عمومي بيضم في العدد والآلات والمعدات طيب هدي أول جزئية في العنوان بتاعنا طرق طهي اللحوم والدواجن والأسماك ودي اللي كلمنا عليها لازم أن نكون قوير بيها عشان نعرف نشتغل في النبابة بتاعنا طرق اتهي سواء سلق أو تحمير أو شي لازم أن نكون عارفين كل حاجة إيه كل مادة غذائية بنسويها إزاي ومشغلها إزاي ثالث حاجة وقيمتها الغذائية واتكلمنا عن أنواع الخضروات وأنواع اللحوم والدواجن وقلنا كل حاجة ما يخصها سواء فيتامينات أو أو سوديوم أو مماد مفيدة لجسم الإنسان اتكلمنا عليها بإيه بصفة مفصلة طيب ايه تنين؟ اتكلمنا عن عنوان التاني في الأسماك والدواجن وكيفية استلامها وتخزينها وتقطيعها وتسلمها للقسم اللي هاشتغل عليها في المطبخ ثلاثة طرق طهي الخضروات والأخطاء الشائعة اتكلمنا عن طرق طهي الخضروات السلق لنا والتحمير ونظام الجرنش تقطيع الجرنش والمواد المفيدة لها والعناصر المفيدة جوه الخضروات نفسها أربعة الحلويات الغربية وكلمنا عن أنواع البسطة وبيتفيد معانا في أنواع إيه في الحلويات خمسة أنواع البيتزا ومكوناتها وده العنوان نحن لسه موصلنا نوش ستة المطبخ الفرنسي والمطبخ المصري طبعا المطبخ الفرنسي هو سورس المطابخ في العالم وأخذ منه المطبخ المصري بعض الأطباء واشتغل عليها وفي تصنيف بيتم خلط بين المطبخ الفرنسي والمطبخ المصري في بعض الاعداد والألات والتشغيل داخل المطبخ سبعة انتاج الأغذية في المطاعم المتخصصة درسين النهاردة بيتكلم عن طرق طهي الخضروات والأخطاء الشائعة أول حاجة بعض البيانات المشتركة الصادرة من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في منطقة الصحة العالمية واحد توضيح مسائل السلامة الغذائية ذات الصلة بأزمة الفلونزة الطيور طبعا في الشق ده احنا بنتكلم عليه ان احنا لازم بنستلم الدواجن بتاعتنا أو الكاراتين البيض اللي احنا مشتغل بيها لازم نكون عاملين لها اختبار سلامة أو بنكون بنتعامل مع مورد كويس جدا عشان ما ما يدرناش في ايه التست بتاعنا للعميل اتنين طهي لحوم الدواجن بين كوسين في دجاج وفي بط وفي اوز شغالين عليه يعني اللحوم عندي بتاعت الدواجن بتتقسم لتلات حاجات دواجن وبط واوز تصل في درجة حرارة ايه الى سبعين في المياه لازم لما اجي اسوي الحاجة لازم ان اوصلها لدرجة غليان توصل لسبعين في المياه وقولنا الغليان بنعرفه ازاي في الاناء بتاعنا ان هو بيوصل ان هو يعمل فقاقية فوق في المياه فده يبقى درجة غليان وصلت ايه لحد سبعين درجة تمام مأوية او اكثر في جميع اجزاء المنتج الخاضع للطهيئ تلاتة يمكن للفيروس الانتقال عن الى البشر من خلال المخالطة المباشرة عند زبح الطيور ونزع ريشه وتفريغ احشاؤه طبعا هنا بنتكلم في الصورة اللي احنا قلناه قبل كده لو احنا بنشتغل على عوامل السلامة اللي احنا اشتغلنا عليها وقولنا لازم ان نلبس كلابز في ايدينا ونستخدم السكين بتاعتنا والحاجة بتاعتنا تكون معقمة فمشان ينتلنا الفيروس او المكروب ده من خلال اليد لازم ان نكون واحدة بتشتغل ناخد بالنا ان احنا لابسين الكلابز بتاعنا في ايدينا والشغالين بنقطع بسكينة تكون معقمة وبناخد الحاجات دي بالكلابز بنحطها في كيس وبعد كده بنتهم غليها او طهيها في المكان المراد طهيئ بعد كده تطعيم الطيور الداجنة وسيلة مفيدة تدخل ضمن مكافحة الفلوانزا الطيور طبعا لازم ان كل حد بيراب طيور او في مزارع بيطاعم من فترة لاخرى بعض الطيور عنده عشان ايه يقيهم من مكافحة الفيروس بعد كده دي انواع الخضروات اللي احنا شغالين بيها في المطبخ طيب نتكلم عن تعريف الخضروات هي تلك الخضروات وغيرها من المزارع الصالحة للأكل التي تزرع بشكل عام في البساتين والتي يتم استهلاكها في الغالب كغذاء اما نيئة او مطبوخة احنا بنستخدم الخضروات دي يأما نيئة بنكلها جنب الاكل بتاعنا يأما مطبوخة بنستخدمها مع بعض اللحوم طيب انواع الخضروات مقسمة حسب الجزء المستخدم من النبات في المطبخ اول حاجة هنتكلم في الجدول بتاعنا عن الجزور الجزر والبنجر الجزر والبنجر والفجل والليفت يبقى اول حاجة في الجزور عندنا اربع حاجات الجزر والبنجر والفجل والليفت اتنين الاوراق اللي هي ثلاث حاجات السبانخ والشمندر والكرومب ثلاث حاجة الساق او الجزع طبعا بيبقى موجود في حاجتين الكرفس والشمر رقم اربعة الزهور والبراعم احنا عندنا زهور اه في زهور عندنا في الحاجات بنستخدمها عندنا في المطبخ اول حاجة منها الخرشوف دي اعتبر من الزهور الجرنبيت وزهرة الفجل تمام التلاتة دول من ايه الزهور والبراعم طبعا البصيلات في البصل والثوم والكرات وبصل فلسطين طيب عندنا برضو رقم ستة درانات الدرانات هي ايه البطاطس والبطاطا دي تعتبر من الدرانات السمر منها الخيار والطماطم والفلفل والبازنجان والكوسة الحبوب منها اللوبيا والفاصولية والبازلة والصوية ننتقل بعد كده الانوان اللي بعديه تصنيف الخضروات تصنف الخضروات حسب واحد الطاهي اتنين الجودة يبقى الحاجة اللي انا بحتاجها في المطبخ بيكون لها مواصفات معينة اشتغل عليها تاني حاجة جودة المنتج اللي هو جايلي من المورد بس تلمو منه كل يوم الصبح لازم ان يكون لقيه مواصفات معينة بيقولك هنا اولا حسب الطاهية حسب الطاهية بقى ايه الخضروات اللي احنا بستخدمها في الطاهية مثل الاسبرجوس والخرشوف والجزر والارنبيت والخيار والبصل والبتنجان والفلفل وتماطم وكراد وكوسة الاخ لبعض الاصناف اللي احنا ايه? اه وانتو عارفينيه طيب ده شكل الاسبرجوس او الهيليون بتاعنا اللي احنا بنستخدمه في المطبخ عندنا لكي بعض الطالبة شكل جديد عليهم طيب الصلطة مثل الخص اول حاجة ده الخص بتاعنا اللي احنا بستخدمه في خص البلدي تمام? والفجل بالشكل اللي احنا شايفينه ده ده الشكل بتاعنا. تمام? بعد كده البطاطس. بعد كده البقول وبزور الخضروات المجففة. منها ايه بقى? مثل البسلة والصوية والحمص وفاصولية وعتس وعيش الغراب. عيش الغراب ده اللي هو ايه? اللي هو الماشروم. طيب بعد كده فيه الترتفو اللي هو ابيض واسود وهو فطر ينبط تحت الارض. ثانيا حسب الجودة. واحد ممتازة. اتنين درجة اولى. تلاتة درجة ثانية. بحنا عندنا انواع تلات انواع من الخضور. ممتازة. درجة اولى. درجة ايه? تانية. عندي هنا بنتكلم عن السمار. يمكن معرفة جودة المنتج من اللون الزاهل. يبقى لازم عندي لو انا بجيب مثلا خيار يبقى اللون بتاعه لامع. والقوام الجيد. ويكون قوام بتاعه ايه? جيد. ما يكونش انه هو بيت او او حطيت صبايا عليه. يعمل الاصر. وعدم وجود العفن او الشكوك او البقع. طبعا دي متناهي خالص ان انا بستلم حاجة فيها شكوك او بقع. او تكون ايه? اه المنتج بتاعها خامل شوية. عندي هنا خضروات الازهار. يجب ان تكون لهذه الازهار مغلفة. مغلقة. يعني تكون الزهرة جوه مقفولة عليها. البقول بالنسبة للجودة في البقول الجفة فيمكن ان تعرف من القوام الجيد للحبوب. وتجانس الوانها. يعني الالوان بتاعتها ايه? متجانسة. ما يكونش لون داخل على لون او يوم لون باهت او في مرض او حاجة. اه وغالب على اللون بتاع الحبوب بتاعتي. بعدك انا نتكلم عن القيمة التجارية للمنتجات الزراعية. تعتمد على وقت عرضها للبيع. يعني لو عد عليها الوقت المعروض يوم او يومين. تعتبر دبلة عندي ما تنفعش التورد للمطبخ او الفندق. اول حاجة البشاير. الخضروات التي نضجت قبل اوانها وتكون قيمتها اعلى بكثير من منتجات الموسم. يعني المنتج اللي بيزهر لي اول اول اطفة. ده بيبقى القيمة الغزائية بتاعته ايه? عالية جدا. طيب القيمة الغزائية الخضروات. تحتوي الخضروات على قيمة قيمة غزائية متوسطة لكنها غنية بالاملاح. يبقى اول حاجة عندنا ايه? غنية بالاملاح المعدنية. وعند تناولها بدون طاهي تكون غنية ايضا بالفيتامينات. لو تناولتها من غير طاهي في المطبخ بتكون غنية بالايه? بالفيتامينات والاملاح المعدنية. بالاضافة الى ذلك فانها تحتوي على الالياف التي تحسن من وظائف الامعاء. يبقى هنا عندي الخضروات بتحسن من ايه? وظائف الامعاء اه في المعدة. البوقليات تحتوي على النشويات والالياف والمعادن والبروتين. يبقى احنا كده لما اقول لك ايه? مما اه او اذكر فوائد البوقليات. تقول لي تحتوي على النشويات والالياف والمعادن والبروتينيات. عندي البطاطس وعيش الغراب. ايه هو عيش الغراب? قلنا المشروم. خليك اه فاكر ان عيش الغراب ده مش عيش اللي احنا بنكله عادي او بينجيبه اه من الخباز او البكري. عيش الغراب يعني المشروم. طيب البطاطس تحتوي البطاطس على النشويات ومجموعة فيتامينات جيم والاملاح المعدنية. اما عيش الغراب فقيمته الغذائية منخفضة لان المكون الرئيسي هو الماء. هو بيهتمد في الغذاء بتاعه او الزرع بتاعه على المية او الووتر بتاعنا ايه? بنزرعه بيه او بيكون مزرع بيه. طيب اول حاجة تسويق وحفز الخضروات. واحد الانظمة جديدة في الزراعة. يعني ايه الانظمة جديدة في الزراعة? احنا الاول كنا نميعتمد على الفلاح القديم. وزراعته كانت بطيئة جدا وانزام التسويق والنقل وكلام ده كله كان بيعيق عملية التوريد عندي في المطبخ او الفندوق. فكان بسبب لنا مشكلة. لكن دلوقتي فيه انظمة جديدة في الزراعة. واسمنا جديدة وفيه اجهزة شغالين عليها فبيتوصل للمنتج باقصى سرعة عندي ايه? للمطبخ. اتنين سرعة النقل. اختلاف وسائل النقل والطرق الجديدة. اه السليمة في الدولة. سهلت لي ايه? موضوع النقل من المزارع لاندي في الفندق. تلاتة التقدم في تقنيات الحفظ اثناء النقل. اصبح ان عندي كمان في سيارات حديثة بها تلاجات. تقدر تحفظ لي الخضروات او المأكلات لحد ما تجيلي لحد اه عندي اه في الفندق. اربعة اتقدم في تقنيات الحفظ على مدار العام. يعني ينفع ان انا احفظ اه الخضروات بتاعتي على مدار سيزون كامل او اتنين سيزون كامل سنة يعني اه من خير تلف او فساد. خمسة توافر الخضروات المجمدة. ستة توافر الخضروات معبقة ومطخية. زي احنا بنشوف كثير جدا اه في في الماس ماركت او السوبر ماركت الكبير او الماركت الصغير بنلاقي فيه علب اه خضروات وعلب مشروم اه اقدر استخدمها اه بصفة سريعة جدا عندي في المطبخ. طيب حفظ الخضروات هناك بعض التعليمات يجب اتباعها في حفظ الخضروات وهي. واحد بالنسبة لخضروات التازجة. تحفظ في السلاجات في درجة حرارة متوسطة ما بين اربعة الى ستة درجة مئوية. يبقى التلاجات هنا بتاعة الخضوار بكم درجة مئوية من اربعة لستة درجة مئوية وفي درجة رتوبة مرتفعة. اتنين اما الخضروات المجمدة فقد تحفظ في درجة حرارة سابتة تمنتاشر درجة مئوية حتى لحظة استخدامها. يبقى احنا عندنا التبريد من سلطة لثمانية. التجميد من تمنتاشر درجة مئوية بالنسبة للخضروات. تلاتة وبالنسبة للبطاطس فقد يفضل حفظها في مكان مظلم وجيد التهوية. وزالت لتجنب نمو البراعم. اربعة البقول تحفظ في مكان جاف في عبوات مغلقة للحفاظ عليها من الحشرات. لازم ان يكون في عندي عبوات مغلقة محكمة جدا ما ينفعش الحشرات ايه توصلها. بعض انواع الخضروات المشهورة ومواصفاتها. هناك بعض انواع الخضروات مشهورة وتستخدم بكسرة في المطاعم والفنادق. تعالوا نشوف مع بعض الخضروات اللي احنا بنستخدمها عندنا في الفندق. اول حاجة البسلة. يجب ان تكون سمارة البسلة متماسلة من حيث الطعم واللون والبزور وان تكون خالية من العيوب السمارية. يعني لازم ان هنا يكون عندنا الطعم واللون والبزور بتاعتها تكون ايه سليمة ونفس الفصل زي ما احنا شايفين كده متماسل وما يكونش ايه الحباية فاضية اه ونستلمها من المورد على كده. لا احنا بنستلم منه درجة اولى او ممتازة عند اللي في الفندق عشان نعرف نشتغل على الحاجة دي كويس. ما تتعبناش في الشغل. بعد كده الفصولية الخضرة. زي احنا شايفين الشكل بتاعنا كده متقطعة او سليمة. لازم برضو تكون سليمة. وتكون الحبوب بتاعتها مليانة. ما تكونش فارغة عشان نقدر نستلمها من مورد. يقول لك يجب ان تكون متماسلة من حيث الطعم والرائحة ودرجة النطج. يبقى انا قبل ما استلمها برضو بستلم الحباية بتكون سليمة. ودرجة النطج بتاعي ودرجة الريحة بتاعيتها بتكون ايه قوية. وتكون ايضا خالية من خالية الى حد كبير من الالياف الجانبية. ما يكونش فيها الورق اللي بطلع من عندها من الجسم من فوق من الراس. البقدونس. ده شكل ورقة البقدونس بتاعتنا. ما يمفعش انها تكون مخرمة او فيها بعض التشوهات او اللون الاسود غالب عليها. او تكون فيها عفن او حاجة. لازم تكون ايه صبحة زي ما احنا شايفينها كده بنفس الشكل بتاعنا. يحتوي على كسير من الاملاح المعدنية. وبيتامين جيم للاوراق. ويكون الملمس بتاعها خاص ولونها اخضر زاهي. لازم ان تكون الخضر بتاعها زاهي او بيلمع عشان استلمها. ويفضل البقدونس قصير القامة. ما ما استلمش البقدونس اللي هو الورقة بتاعته او الستاق بتاعه يكون طويل. حيث تكون سيقانه غضة. بعكس طويل القامة. الذي تكون سيقانه متليفة. يبقى انا كده بستلم ايه? الحباية اللي تكون ورقها وسيارة ما تكونش طويلة. طيب بالنسبة لعش الغراب او المشروم اللي احنا قلنا عليه. ده الشكل بتاعه على اليمين. اللي احنا لسه طالع من الزرع بتاعه. اللي هو المشروم. تمام? وده مغلف او معلب في ايه? في علب. آآ متقطع جاهز بحيث انه يشتغل بي على طول. لكن التاني الشيف بياخده وبيقطعه سليز وبعد كده بايه? بيشتغل بيه في اللباء بتاعته اول من كرس اللي هو شغال عليه. طيب. في معلومة بقى عن عش الغراب. بيقولك ان هو من الفطريات المعروفة عالميا والمستخدم في المطاعم وتوجد منه انواع كثيرة. جدا بعضها سام. طبعا ده احنا باستخدموش او المرادون ما بيجلوش عندنا في الفندوق. ومن اهم الاصناف التي تصلح لاستهلاك الادمي هو المشروم البري. اللي هو بيبقى على الطريق. مثل السيب والموريل وعيش الغراب الفرنسي. وهو اكثر الاصناف المستخدمة بالغزارة وتباع وتباع اما طازجة او معلبة. زي ما احنا شفناها في الصورة اللي فاتت كده. اما طازجة اما ايه? معلبة. او مجفافة ويحوص في درجة حرارة ايه? باردة. طيب. هوش بعد كده على الخص. الخص هنا عندي اه نوعين. فيه الخص البلدي بتاعنا وفيه الخص اللي احنا مستخدمه في الصلطة زي الكابوتشي اه اللي احنا شايفينه قدامنا ده. طيب. بعلومة الخص. يوجد منه انواع كثيرة مثل الخص البلدي والكابوتشي والملفوف والاختلاف بينهما طفيف. يعني اقدر نقدر نقول انوا فيش فرق بينهم اه في المادة الغذائية خالص. في المطاعم اما الاختلاف الجوهري يكون في شكل الاوراق يعني شكل الاولون الورقة نفسها من اخدر اه لممكن تلاقيها بنفسيجي شوية في اللي هو ايه الكابوتشي او تلاقي اخدر ايه مائل للاحتمرار شوية. ونسبة صلاباتها او تليوفها. بعد كده الجرجير. ده شكل الجرجير بتاعنا وده شكل الورقة اللي احنا مفروض ممكن نستلمها من المورد بتاعنا. بتكون بالمنظر ده. ما يكونش فيها فتحات او سقوب. وما يكونش اللون بتاعها ايه باهت. بالنسبة للجرجير يتميز باحتواءه على زيت طيار يطهر المعدة والامعاء كما يحتوي على فيتامين جيم والكاروتين واوراق الجرجير الغضة او الغير مسقبة يعني مفروض سقوب او التي ليست لها بها بقع ملونة هي الافضر في الاستخدام. زي ما احنا قلنا ما يكونش فيها بقع او سقوب عشان اقدر استلمها من المورد ان انا شغال معا. طيب ده شكل البنجر. بتاعنا اللي احنا استخدمه. في البنجر ده وفي البنجر اللي هو السكري. الابيض ده بتاع السكر احنا مشتغلش عليه. احنا مشتغل على البنجر اللي احمر اللي حنعمل منه السلطة بتاعتنا. وصوص بتاعنا. يتكون من جزور حمراء كرمزية تلون ويستخدم في عمل السلطات والمخللات. كما يدخل في ايه? بعض انواع الطهي. احنا هنا باستخدمه في ايه? في السلطات والمخلاتات والمخللات. وممكن نستخدمه في الطهي بتاعنا وتجميل الابيض. نعملو كجرنش نحطو على حفة الطبق. اه بيدينا منظر اه جمالي شوية وهو نازل للجسد او العميل. البامية. طبعا عندنا البامية هنا في اه منها صغيرة وفي منها متوسطة وفي الكبير بالشكل على الشمال اللي احنا شايفينه ده. يفضل استخدام الصغيرة او المتوسطة في المطبخ عندنا او آآ يعني شراءها من الموردين. عشان بتبقى اعلى قيمة وبقاش فيها تلايف. طيب البامية الخضرة بيقول لك يجب ان تكون خالية من ديدان اللوز. وتكون زاهية اللون. يعني تكون خضرة لونها زاهي جدا عشان ايه تستلمها من المورد. وتكون تازجة وعديمة الرائحة. ما يكونش تطالع منها ايه? ريحة نهائية. نتكلم عن الكوسة. ده شكل الكوسة بتاعنا. برضو نفس الخصائص لازم ان تكون لمعة. والقوام بتاعة هيكون سليم. ما تكونش ايه شكلها باهت او القوام بتاعة هيكون ايه دابلان. طيب نتكلم عن الكوسة بقى يقول لك يجب ان تكون تازجة غير مبللة. يعني ما تكونش ايه فيها رطوبة. وخالية من الجروح. ما تكونش فيها كدمات من الافص او التخزين او ايه سوء التخزين بتاعها. او العفن او اصار الاصابة بالامراض او الحشرات. ما يكونش فيها بقع برضو صمرة او سوداء. عشان ما يكونش فيها ايه حشرات داخلها او حاجة. كما يجب ان تكون ايضا متوسطة الحجم. ما تكونش كبيرة. لازم ان تكون متوسطة الحجم. حيث ان السمار الصغيرة. فالحجم غالبا ما تكون عالية الجودة من السمار كبيرة الحجم. زي ما احنا قلنا. البطاطس. طبعا ده شكل البطاطس كلنا عارفينها. اه ده شكل بتاعها الجميل ما ينفعش ان هي يكون فيها سكوب سوداء او احمرار او اه شكل عفن. والملمز هو قوان بتاعها يكون ايه متماسك. يجب ان تكون متوسطة الحجم طازجة مكتملة النمو ونظيفة وخالية من العطب. دي ايه البطاطس. كما يجب ان تكون خالية من اي تشوهات ومحتوها من الماء قليل. حيث كلما قل محتوى البطاطس من الماء كلما زادت ايه جودتها. الخيار. ده شكل الخيار بتاعنا. برضو احنا هنا بناخد في الخيار او بنستلم الخيار تكون اللي هي الوسط حباية الوسط تكون لمعة ما يكونش فيها اي عيوب او سكوب. نفس اه العيوب اللي احنا بقولها لكل حاجة ما ما ينستلمهاش من المورد هي واحدة في كل الخضرات. لازم ان تكون لمعة ما يكونش فيها سكوب ما يكونش فيها اي سواد او حبوب سوداء او عفن او تسوس. كل الكلام ده احنا عارفين الحباية الصبحة لازم نستريمها من مورد او اول اطفا نستريمها من مورد الصبح اه تكون سليمة وجيدة. دي معلومات عن الخيار. يجب ان يكون طازجا ويفضل الحجم المتوسط ولونه اخدر زاه. خالي من البقع ويستخدم بكسرة في السلطات والديكور. يعني عندي هنا بيستخدمه فين? في السلطة الخضرة بتاعتي او بعض السلطات عندي في المطبخ والديكور. طب ايه هو الديكور ده? الديكور ده اللي احنا قلنا عليه اه يا شباب في اه المطبخ او في المطعم في المطبخ اسمه الجارنش. وفي المطعم بيستخدم في البار كديكور مسلا او جارنش اه مع بعض الكوكتيلات في العصير في الايه? اه في السوفت او الكوحوليك. بعد كده اه سمار الخرشوف. احنا قلنا ده من ايه? ازهار. نتكلم عنه كده. يقول لك سمار طازجة غير زبلة. يعني لازم ان تكون طازجة متكونش دبلانة. حجمها كبير وغير متليفة. ويفضل استخدام الخرشوف في بداية الموسم. طب ليه في بداية الموسم? يعني احنا قلنا في بداية الموسم لازم بتكون ايه? المادة الغذائية بتاعتها مرتفعة جدا. لقلة عدد السمار الموجود على النبات. الواحد. ويجب ان تكون السمار خالية من الرؤوس المجروحة. ما نكونش فيها خدوش خالص عشان نقدر استلمها من مورد. لان الخدوش بتوصل للسمار جوه بعض البكتيريا. فبالتالي بتسمم السمار بتاعته. ممقدرش اشتغل عليه. ده شكل الطماطم بتاعتنا. يجب ان تكون او يكون اللون الاحمر زاهي. تتوفر على مدار العام حيس يمكن تخزينها في درجات الحرارة المنخفضة. لعدة اسابيع. وتمتاز باحتواءها على فيتامين جيم. ويجب ان تكون السمار ناضجة غير محتوية على اجزاء خضراء. ده شكل الجزر بتاعنا اللحم استلمه برضو. ما تكونش الحباية كبيرة. تكون متوسطة. ما تكونش ضخمة. الجزر يستخدم في الفنادق والمطاعم. والجزر الاصفر برتقالي. يكون لونه ايه? اصفر برتقالي. اللون. والجزر الاحمر البلدي ويتميز الجزر بقيمة قيمته والغزائية المرتفعة. والافضل في الجزر هو الجزر زوء الحجم المتوسط الذي يسهل كسره. يعني انت تمسكه بايدك تقدر تكسره. ده ايه الجزر اه الممتاز عندنا. ويستخدم في السلطات وفي الطهي والمخللات كما يستخدم ايضا في المربة. ده احنا هنا ممكن نطبخ منه اه مربة. يبقى احنا كده ممكن نعمل انه حاجات فرشات. وممكن نطبخ اه الجزر بتاعنا نعمل منه ايه? اه المربة بتاعت الجزر. والعصير ويتحمل الجزر التخزين في السلاجة. لانه قوم ايه? قوي. البصل. عندي البصل الاسباني البصل الاحمر البصل الابيض والبصل الاصفر والبصل السكري. دي انواع البصل. طيب. البصل من اشهر اصنافه الصعيدي والبحري ويمتاز بنكهته الحريقة. ولذلك اللي يعني تكون شديدة شوية ناكة بتاعته عاملة ميلة السبايسي. ويستخدم كفاتح شاهية ويجب ان يكون خاليا من الرؤوس المجروحة. زي ما احنا قلنا برضو ما يكونش في ايه? اي اه جروح او اه مشاكل في اللون بتاعه. وانا متأسرة بالرطوبة. السوم اللي هو التوم بتاعنا اللي احنا مشتغل به في التجهيزات وبنعمل الخلطات بتاعتنا سواء المريني او بعض الصصات او الصلصات اللي احنا بنعدها لتجهيز المطبخ اه في اول يوم بتاعنا. طيب معلومة عن التوم يزرع عادة في الصيف واهم اصنافه البلدي والطلياني والياباني. ويحتوي على زيود طيارة ذات رائحة نفازة. تعوق وتؤدي الى وقف نمو المايكروبات وله تأثير مطاهر على الجهاز الهضمي. يبقى احنا هنا لما بنحطه في اي مادة غزائية بيموت لي المايكروبات داخل الطبق بتاعي او المادة بتاعتي زائد ان هو بيطهر ايه جدار المعدة عندي او جهاز الهضمي عندي في المعدة. الكرفس ده الشكل بتاع الكرفس بتاعنا اللي احنا نستطيع نشتغل عليه او نستنمو من المورد. الكرفس يفضل استخدام الكرفس الافرنجي والذي تكون سيقانه عريضة وقوية وممتلئة. مائلة الى اللون الاخضر حيث تستخدم السيقان في السلطات والطهي ويتميز باحتواءه على الفيتامينات والمعادن. الخضروات يفضل طهي بعض الاطعمة عند تناولها في حالتها الاولية وذلك لعدة اسباب. اول حاجة واحد يؤدي طهي الخضروات الى استغناء الطعام عن فوائده ويفضل اكله بدون طهي. باحنا هنا عندنا الخضروات لو تم طهيها بتفقد نص الفيتامين بتاعها والاملاح بتاعتها اللي داخلها. اتنين يساعد الطهي على جعل الطعام اكثر امانا ويقتل البكتيريا والطفايليوات. طبعا ده بالنسبة لبعض الخضروات لكن في اللحوم زي ما احنا قلنا شيء اساسي 90% ان احنا بنقتل ميكروبات بغليها او سلقها او طهيها في اناء في ماء بيغلب. عشان يقتل الميكروبات بتاعتها. تلاتة يزيد الطهي من قابلية الهضم. يزيد الطهي من قابلية الهضم. ليه? لان هو بيطر او بيبتدي يحط نسبة رتوبة على الجزء سواء اللحوم او قدروات بيخليها لينة شوية اقدر اه 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 اربعة يساعد الطهي على تحسين نكهة ومزاق الاطعمة. يبقى انا عندي لما بأعمل الطهي عندي في المطبخ او بأشتغل على مادة غزائية بطيها زي الفراخ او اللحمة او الدواجن او الاسماك بديها بكسبها طعم وريحة ولون بتخلي العميل او الجسد يطلبها مرة واثنين وثلاثة بعد كده هنتكلم عن التسبيك طهي الخضروات في اوعية على نار هادئة في كمية قليلة من المادة الدهنية وقد يضاف اليها عصير الطماطم او مبشور البصل زي ما احنا عارفين اه بتشوف في بيوتنا او مع الشيفة عندنا في المطبخ عشان نسبك حاجة لازم ان نحط سنة زبدة وسنة بصل وشوية طماطم ومبشور ونخليهم يعودوا شفترة مع بعض الحد ده ما اللون اه يبتدي من احمر زاهي لحد احمر داكن عشان يبقى كده ايه اتسبك طيب ملحوظة على التسبيك يفضل اضافة قليل من عصير الليمون او الخل لزيادة القيمة الغذائية ويحنا نسبك الحاجة بنحط اه قليل من عصير الليمونة وليكن مسلا لو طبق واحد بنحط نص لمونة او ربع لمونة على الطبق ولا يفضل تسبيك الطعام لان ذلك يرهق المعدة والامعاء على طول الاكل اللي احنا بنكله ما يكونش اغلبياته ايه اه متسبك طيب نتكلم بعن الاخطاء الشائعة في الخضروات واحد التقشير الجائر يعني ايه الجائر لما اجا اشهر حاجة ما ينفعش ان انا ايدي تنزل بالسكينة او اه بالمأشرة لحد داخل نص الصمر او ربع الصمر كده انا بستغني عن ايه تلت تربع الفايدة بتاعتها يبقى التقشير الجائر والاستغناء عن جزء كبير من الخضروات يفقدها الكثير من ايه المواد الغذائية اتنين الغالي اسناء الطهي لفترة طويلة يفقد تسير من الطعم والنكهة وقدر من الفيتامينات لما انا اسوي الخضار او اللحمة او الاسماك بتاعتي اكتر من الزوم طبعا بطريقة غير مباشرة الشيف او المساعد بتابعها اول بول لما بيسهى عنها او بينساها حوالي عشر دقايق او تلت ساعة اه ممكن كان نها ايه تفقد المادة الغذائية بتاعتها خالص من ايه المنتج تلاتة اهمال غسيل الخضروات والفاكهة التي تؤكل طازجة يعرض الانسان بالاصابة بالامراض طب ليه بيعرضوا بالامراض وطبعا ده في اغلبية المطاعم او الفنادق عندنا ما بيحصلش نهائي لان احنا اول ما بيستلم من الموارد الخضروات الخضروات بتاعتنا بيستلمها وبناخدها بنخسلها وبنطلع اجزاء تم استغناءها منها زي السيكون والحاجات دي وبنستبعدها وبنبتد نجفف ونحط في كياس والحاجات التزيجة بنحطها في القفاص بتاعتها او في الركاب بتاعتها في تلكت التبريد اللي هي ايه تحت 6% زي ما احنا اقولنا فلازم ان كل خضر تجيلي لازم ان تتغسل قبل طهياه ماينفعش ان انا يكون بعد حاجة واقول ان انا خلاص جاهزتها او هقطعها وازميل يبقى ينظفها ويخسلها قبل ما نشيك يحطها في طبق ده غير جائز خالص عندي في المطبق لازم الحاجة او ما تتاخد من المورد ازا كان هتتجهز للباق لازم تتغسل غير كده في بعض الخضروات لازم مايمساش الميا لحد ما ييجي او تتغسل لحد ما ييجي دورها في استخدام الطهي تمام؟ نيجي بعد كده النقطة لبعديها الحلوة الغربية وهناك طرق عديدة لعجن الحلويات الغربية الطريقة الاسفنجية ومكوناتها حاجة تلات حاجات او اربع حاجات الدقيق البيض سكر فانيليا يبقى انا عندي الحلوات الغربية تكون من ايه من اربع حاجات دقيق بيض سكر فانيليا طيب شروط نجاح العجنة السفنجية واحد استعمال البيض الطازج لازم نكون عندي بيض ايه طازج لسه انا كسره بايدي النهاردة عدم فتح الفرن اثناء الخبز ما ينفعش ان انا كل تلات دقايق ابص على الايه الحاجة بتاعته لازم ناسبها الربع ساعة او التلت الساعة بتاعت الحد ما تستوي اربعة عند استعمال بيض البيض يجب خفقه قبل الخلط مباشرة ما ينفعش ان انا يكون ركنه قابليها بربع ساعة او تلت ساعة او بجهزه من بدري عشان احطه لا لازم ان يكون قابلها ايه بدقيقة واحدة او بتلاتين سانية خمسة يجب اخراج البيض من السلاجة قبل استعماله بنص ساعة طب ليه عشان بتكون الحبية بتاعت البيض متجمدة شوية فلما تطلع بدري بنص ساعة بيتم ايه فك السائل جواه ستة يجب استعمال خامات جيدة لازم ان تكون كل حاجة فرز اول زاد دقيق نمر واحد ما ينفعش ان انا استخدم دقيق درجة تانية او حاجة ونفس النظام الزيوت سبعة يجب مراعاة الدقة في اتخاذ المقادير ونخل الخامات لاتخيال الهواء طبعا احنا هنا لازم ان ننخل الايه الدقيق بتاعنا عشان نعمل ايه مادة رفعة المادة رفعة دي بتخليه للعاجينة ايه هشة شوية من مواد الرفعة اللي هي عندنا قولنا الهواء طبعا عشان نجيب موضوع الهواء عندنا في المادة بتاعتنا لازم ان نخلي دي ايه يتنخل الاول تمانية يجب ان تبطن الاواني بالسمن او ورق الزبدة لعدم احتراق العاجينة بناخد بالنا دايما نشيف او عندنا في البيت اه بنعمل ايه بندهن الطاصة بتاعتنا او الصينية بتاعتنا بالزبدة او ايه ورق الزبدة عشان ايه ما تتحرقش اا الكيكة بتاعتنا او الشكل بتاعنا اللي احنا مخرجوا من الحلويات تسعة لا تكسب البياض بياضا ناصعا نضع فقرات من عصير الليمون اثناء الخفض احنا عشان ايه نضي البياض درجة لامعة او الكيكة بتاعتنا او العاجينة بتاعتنا درجة لامعة لازم ان نحط عليه ايه عصير لامون طيب نتكلم بقى عن صفات العاجينة الاسفنجية واحد خفيفة وهشة زي ما احنا قلنا لازم ان تكون العاجينة ايه خفيفة على المعدة وهشة اتنين عند الضغط عليها لا تترك اثر وترفع مرة اخرى يبقى احنا بندوس عليها بسبعنا او اه بنتست عليها بشوكة او معلقة بتتم تنزل معنا وبتطلع مرة اخرى ايه على طول ثلاثة تكتسب اللون الزهبية لازم ان يكون لونها ايه اصفر زهبي اربعة علامات نضج العاجينة الاسفنجية خمسة تنكمش وتترك جوانب الصينية ده لو هي ايه سيئة ستة يملأ الكعك الاناء تماما مع الاستدارة لازما وانا بملأ الصينية بتاعتي لازما نكون بملأها مع الاستدارة بتاعت الصينية بلف الصينية وانا بملأ العاجينة بتاعت عشان ما بقاش جنب وجنب من السطح طيب الاصناف التي تنتج من العاجينة الاسفنجية واحد الترط اتنين الجاتوهات ثلاثة اسويس رول الاصناف التي تنتج من العاجينة الدسمة الكيك الانجليزي البيتي فور والسابلي تاني عشان اقولك اذكر او تكلم عن الاصناف التي تنتج من العاجينة الدسمة هتقول لي واحد الكيك الانجليزي اتنين البيتي فور تلاتة السابلي العنوان اللي بعد كده النقاط الاساسية لنجاح عاجينة الكيك واحد ايقاد الفرن قبل البدء في العمل طبعا ايقاد الفرن ده الشيف بيقولك ممكن عشر دقيق وممكن ربع ايه ساعة اتنين يغبز فورا بعد عمله لازما ايه اول ما يتعمل العاجينة لازما تتخبز فورا ونشتغل عليه تلاتة مراعاة الدقة في اغز المقادير لازما اكون باخد المقادير احط نفس المقادير بتاعتي ما زودش حاجة من عندي خالص او لو زودت حاجة لازما اشيلها عشان ما تبقاش العجينة افض اربعة يجب دهن القوالب بالزبدة او السمنة حتى لا يحترك يبقى احنا كده عند اه في العاجينة الهش او العاجينة الدسمة لازما ندهن ايه القالب بتاعنا او الصنية بتاعتنا بالايه بالزبدة او بالسمنة خمسة عدم فتح الفرن خلال العشر دقائق الاولى لازما اول عشر دقيق زي ما احنا قلنا ما يتمش فتح الفرن نهائيا عشان ايه العجينة ما تهبطش مني داخل الفرن ستة لا يقطع الكيك لا يقطع الكيك الا بعد ان يبرد تماما ماينفعش هو سخن ان انا قطعه كده السكينة او الاسباتيو اللي انا بستخدمه هينزل معي لحد تحت وهيقطع الاجزاء بتاعتها وبشكلها مش تبقى حلوة لو اعملت لها جارنش او ايه او جاتو العنوان اللي بعدين كده النقاط الاساسية لنجاح عجينة البيتي فور واحد مراعاة الدقة في اغز المقادير لو نلاحظ ان كل اه عنوان لازم ان ناخد بالنا من مقادير بتاعتنا اللي احنا نحطها بالجرامات اه او بالاكواب لازم ان تكون محددة اه عشان ما يحصلش مشكلة اتنين يجب تشكيل العجينة بعد تهدئة بعد ما تهدئ وتتماسك تلاتة استعمال صاجات منخفضة الجوانب ماينفعش ان انا هحط في الصواني اللي هي العالية بتاعتي اه العجينة الدسمة لازم ان احط في صواني تكون ايه اه الصاجات بتاعتها منخفضة اربعة مراعاة ترك مسافة بين جوانب الصاج والبيتي فور ماينفعش ان احنا اه نلزق اه البيتي فور على اه السطح او الصاج القائم بتاع الصينية عشان ما يلزقش فيها خمسة يترك بعد خروجه من الفرن في الصاج حتى يبرد يعني ننفعش ان احنا اه نتحكم فيه او نشيله او ننقله في مكان تاني هيتم فيه تزوئه او حاجة او هو سخن لازم ان يبرد خالص بعد كانت ايه نشتغل عليه. انواع البيتزا ومكوناتها. تنقسم الى نوعان السيان. واحد المملحة اتنين المسكرة. زي ايه المملحة. مش احنا بنشتري ساعات بيتزا مملحة او اه بيتزا اه بالسكر كل الكلام ده ايه عندنا في حاجتين. مملحة ومسكرة. وهناك ثلاثة انواع عجائن هي واحد العجينة الامريكية اتنين العجينة الفرنسية. تلاتة العجينة الايطالية. تتكون عجائن البيتزا من? او اذكر مما تتكون عجائن البيتزا. هتقول لي واحد البيض اتنين لبن بودرة تلاتة زيت اربعة خميرة. خمسة دقيق ستة ماء دافئ سبعة سكر. يبقى عندنا بيض ولبن بودرة وزيت وخميرة ودقيق وماء ايه دافئ وسكر. بعد كده هنخش على الدرس اللي بعديه المبخ الفرنسي والدولي. نتكلم عليه بقى واحد يتميز المبخ الفرنسي بنوع اطباقه. ويعتبر اكثر طرق الطهي فخامة واناقة في العالم. زي ما احنا قلنا المبخ الفرنسي هو اول مبخ في العالم. فكلنا بنحتازي بيه وبناخد لباقه بتاعته في القوائم الطعام بتاعتنا او المينيو بتاعتنا. بتبقى سورس والاساس بتفضل موجودة عندي في المينيوهات. منها شربة البصل اللي احنا بقى لنا سنين اه ما تغيرتش في اي مينيوهات بتاعت المطاعم بتاعتنا. اتنين يبدأ اليوم بافطار خفيف. يبقى عندي اول حاجة في المبخ الفرنسي اه الفطار بتاعهم بيبقى ايه خفيف. الغزاء اللي هو الغداء بين الساعة اتناشر والساعة اتنين بعد الضهر. يبقى انا الغداء عندي من من الساعة كام اتناشر للساعة اتنين بعد الضهر. العشاء الساعة سبعة مساء. اقصى حاجة ليه بيبقى الساعة سبعة ونص او تمانية. طيب المبخ المصري. الاطعمة المصرية يطلق عليها المصريين العيش البلدي. الفول المدمس. كعك العيد بجانب الحلويات مثل البقلاوة وبعض الاطباء منها طاجن البامية باللحمة الضاني. يعني احنا عندنا في المبخ المصري اول حاجة بنتكلم عليها وموجودة في المينيو مثلا هنتكلم على البريك فاست. بنلاقي عندنا عيش وزبدة وصلطة خضرة وفول مدمس وفي ايه? فول مدمس وفي بعض الجبن والعيش البلدي بتاعنا. لكن عندنا آآ صلطة صلطة كروسلو لا مش موجودة. الحاجات اللي هي آآ على فرانس او امريكان مش موجودة عندي في البريك فاست بتاعي خالص ولا حتى عيش ايه الزبدة. وبكده نكون وصلنا آآ لنهاية حلقتنا. واتمنى لكم الدوام وتوفيق ان شاء الله في الحلقة القادمة. شكرا.